بتقول لي بكباتن ايه؟ مش عارف يعني الكلامه يعني فعلا عقلاني وقال كلمة حق في زمن الحق ساعد بيختفي فترة طويل انما بيظهر مع الوقت هل لما بتسمع الكلام ده كله انت بتحس من جواك بايه بتحس بالرضى برقتك قدام الناس لا البرقة قدام نفسي الاول انا الناس بيجوا نقدر نقول ديكور مهم في حياة الانسان لكن ان اعلامي في هذا الاستقل يبقى قاري الموقف كويس جدا رغم بعده عن المستندات اللي معايا فذا تعتبر الشهادة انا بعتز بيها والحمد لله على كل حاجة. انا دخلت في حتة تانية خالص بقى الاهل والزمالك اللي احنا بنتكلم وبالنادي في بردمجنا في كل وقت او الزمالك والاهل او الزمالك والاهل احنا ما عندناش الكلاكيع دي خالص وانت عارف اه فانت شايف التعصو بدلوقتي ازاي ده ممكن يوصلنا للجرائم مش مجرد تعصو كده ده ممكن يوصل لجرائم ده ما حصل قبل كده ببور سعيف ده مرض يجب استقصاله من الساحة الرياضية المصرية اوه انا شايف ان الناس اه بقى سلوكياتها حتى مختلف عن زمان بقت الشتيمة على لسان كل الناس بقت نوعا من انواع التفاخر او القوة وهي في حد ذاتها هي ضعف اه انا شايف ان لازم يبقى فيه اجراءات قاسية من قبل من المنظومة الرياضية بدءا من اتحاد الكورة لازم يبقى عنده عرض والربطة والربطة اللي اتنين لازم بقى دينهم دور اقوى من كده العقوبات توقع على المتسبب بأسرع ما يمكن فورية سواء كانت ماستنش بقى لجنة اللي انضباط ولجنة مش عارف ايه والكلام العكس ده ايقافات في نفس اليوم في الليلة في ليلتها اه ليلتها يحصى الاجتماع وبعدين تعقوط ايقافات لازم بقى فيه حماية للحكام الحكام يبقى قضى في الملعب لازم القندية تحزوا حزوا الاتحادات التحاد وتسندوا ولازم بقى فيه توعية ثقافية للعيبة المفروض يعني لازم الناس يتفرق يا جماعة عدوا تفرجوا على الماتشات تحت اوروبا شكلها ايه اللعيب بيخرص من الماتش بيبقى بيعامل اللعيب بيغيروا التشرتات مع بعضوا بيقولوا بعضوا بالقضل بتاع دي ساعة ونص خلصت خلاص انتهى الناس ما بتتفرجش على التلفزيونات ما تتفرجش على الماتشات اللي برا شكلها ايه ما بتتشرفش على ايه احنا متخلفين رياضيا احنا متخلفين رياضيا في التشجيع وفي ثلوكيات اللعيب في أرض الملعب وسلوكيات وبعد المباراة احنا لو في حزم لو في حزم من الارد وفي ثقافة لازم تعلم من الناس يمال لو برا فيه جمهور ما بيخشش الماتشات لمدة سنة وفي ناس بتتشيطب خالص بالليه احنا ما نعملش كده ولا احنا بنقلد الحاجات الوحشة بس ونحطاها هنا احنا عاشين في تخلف رياضي ما لازم يبقى فيه وعي صخافي وفي حزم في التعامل مع مثل هذه الأحزاز فورا وإلا انسى الرياضة في نصر طيب انت كنت عرفت الكابتن صالح سليم مؤكد طبعا كنت بتخاف انك تتكلم معاه ولا كان شخصيته ايه لا بص الكابتن صالح انا لقبت ماتش واحد ضده وكت لسه في الطيران عندي 18 سنة وانا بسخوت التثبيتة دايما فالكابتن صالح بشخصيته قوية كان يقف عال 18 ومركز في عناية اه انا لسه 18 سنة بدل ما شوتها قوية تطلع كده تطلع ويه وفوقيه وتصعت وراء كان شخصية قوية جدا تلملعب سواء على فرقته او على اللعيب انا قابلت كابتن صالح مرة واحدة كان داخل نادي هليوبلس وكان هو من لعبي البرج البرج دا دي لعبة زهنية دا دي الجزيرة وفي اليوبلش مش امار هي بريج لعبة زهنية بتفتح وكان بيشاركوا اللعبة دايما كان عمر الشريف كان من احشم تايبة البرج في العالم فقابلته وروحت له طبعا انا مين بالنسبة لكابتن صالح انا قلت له انا فلاني فلاني نادي التهيران قال لي اه اه انا فاكرك انت عملت متش كبير جدا ومشي موسمي خلاص انما مفيش العلاقة لا انما هي لقاءات بتتم على هامش طب من وجه نظرك كده سريعا ازاي ترجع العلاقة تاني بين الاهل والزمالك والعلاقة لما هتبقى كويسة بتنعكس على الجماهير ازاي ترجع بسرعة قيادات قيادات تازم القيادات تبقى عاقلة قيادات تتجاوز عن ما حدث من تجاوزات بس بشرط ان تكون هذه القيادات صافية النية وبتبص للمستقبل الرياضة في مصر نظرة موضوعية في اطار من التعامل الاخلاقي اللي هو يتناسب مع المنصب بتاعه لازم المنصب ده يحتم عليهم ان يبقى فيه لقاءات ويبقى فيه لقاءات ما بين مجلس ادارة ده ومجلس الادارة ده ومش بس زمانكو اهلي لازم بيبقى فيه لقاءات معان رؤساء مجالس ادارة الاندية كلها يعودوا مع بعض مواميني اللي هو مسؤول عن الكلام ده كله نرجع ونقولي اتحاد الكرة وربطة الاندية وربطة الاندية وممكن وزارة الشباب يبقى لها دور لانه من مصلحتها ان المظهر الحضاري يرجع للساحة الرياضية المصرية وبرده يبقى فيه لقاءات ما بين اللعيبة وبعضها ده المفروض انت فاكر زمانة مصطفى ما كنا بنلعب صفوة عبدالحليم بيلعب وعلي بنيشة بيلعب وكلنا بنقعد مع بعض اه طبعا يعني دول يتجمع نعمل دورات ودية زمان كان فيه منتخب الاهل وزمالك ولا ما كانش فيه كان فيه طبعا كان فيه منتخب زمالك والاهل بيعابهم مع بعض طيب لو جينا اتكلمنا كده وقلنا ان هشام عزمي بتاريخك الكبير على مستوى القرر افريقية وعلى العالم كله من خلال الفيفا كان ليك مواقف مع رؤساء جمهوريات او رؤساء دول بص الموقف انا كنت عرف جورج ويا اه طبعا اللي هو رئيس ليبيريا رئيس ليبيريا اه طبعا بس مفيش يعني موقف بعد ما بقى رئيس جمهورية اكيد اللي هي مثلا ليك صورة معاه اه مع جورج ويا اللي اعدادت عنديل مشاه الله متواضع جدا طبعا بس انا عجباني كرفطتي وانا عجباني كرفطته وانا عجباني اه اه دي مسلا اما كنت في سلطانة عمان اوه في شغل هناك كنت بعمل مشاريع هناك كان بيلعب معاه لحاجة مصطفى كامل محمود تنس اوه وكان معا التنس كمان بيلعب ضبطينا السيد هيسم بن ساعي اللي هو السيد هيسم سلطان عمان دلوقتي كان بيلعب معانا تنس هو رياضي قوي وكان مسك ريس الاتحاده كورة فترة اه جدا شخصية وقامة بص الشعب العماني ده شعب جميل ومثقف ومهزب وعاشق للمصريين فكان حج مصطفى كامل محمود بيلعب معانا تنس والسيد هيسم من ناحية التانية وكان صحابنا قصر عصفور مجيدة عصفور ايه صبعا اه كانوا معانا الاتنين انت بتشوف اللوقتي قصر لما خلاص قصر في تواصل معانا الحقيق رايفكم فيلعبوا للدروب شوت مثلا حج مصطفى كرة تحت ييده اه يعني ممكن يعمل يروح حج مصطفى واقع على الارض حلوة سموك جددوله عصر سنين ايه ايه وبرضو السلطان من ماليزيا ايوة ده كان قضو لجنة في الفيفا وتعرفت عليه اكثر عن قرب لما كان فيه كسع عالم الشباب في ماليزيا ففوجي ان هو لظروف ما لقى نفسه سلطان من سنتين ثلاثة اللي هو سلطان احمد شاه عبدالله بن سلطان بن احمد شاه فبقى السلطان وغير دولة فيه تواصل بيني وبين طيب احنا معانا تقليل كمان